بمفاجأة من العيار الثقيل يخرج زعيم تيار الصدري عن صمته وصيامه السياسي مخاطبا خصومه داخل الإطار التنسيقي معلنا البراء ممن وصفهم بالشردمة والمنافقين والفاسدين المدعومين من قبل الميليشيات الوقحة الساعين وراء تحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة الوطن والمواطن الصدر وفي تسجيل صوتي غاضب حذر برسالة وصفها بأنها الأبلغ لإصال مخاطبته إلى أنصاره قائلا لست ممن ينكر فضل المحبين والمطيعين والمخلصين فأنا لازلت لهم محبا ومخلصا وخادما واتهم الصدر الميليشيات الوقحة بدعم أصحاب القضية الذين يدعون أن مقتدى الصدر هو الإمام المهدي المنتظر مؤكدا إيقاف مراسم الزيارة وأغلاق مرقد السيد محمد صادق الصدر لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم الاثنين الأول من القعدة حتى الخامس من الشهر ذاته عقوبة لهم من إقامة مراسم العزاء باستشهاد والده مراقبون للشأن السياسي أكدوا أن رسالة الصدر هذه وخروجه عن الصمت من حين إلى آخر من شأنه قلب الطاولة على خصومه الإطاريين تمهيدا لعودته وبقوة إلى تصدر المشهد السياسي المسند في الأساس من الجماهير الشعبية الناقمة على جميع الوجوه المتحزبة السعين وراء تحقيق مصالح ضيقة ومكاسب شخصية على حساب العراقيين اشتركوا في القناة